موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة راشاكتين في هذا الفيديو انا نقدم لكم بصيت لايك صغار اه اقتصاديين كي يجي ورائعين حش ورائع جدا اه نديروهم في هذا رمضان الله يدخلوا علينا بصحة والسلامة انا نبدأ معكم طريقة ومقادر في نفس الوقت انا عندي هنا يتجم توسطة الحجم عندي جوج بصلات مشالطين وعندي هنا الرباع والتومة والعطرية غادي نديروها مع بعدياتنا في نفس الوقت اه غادي ناخد واحد تمجرة كوكوت ديالنا غادي ندير فيها الجاشة ندير فيها البصلات بطريقة قد جيل حشوة ملكة وبصدرت كيجو بنانا ثالين ويمكن لكم تحتف ضغيهم حتى في المجمد اه وقتما بغيتوا جبدوهم جبدوهم وطيفوهم اه هنا غادي ننضيف الارباع والتومة نضيف الملح كذلك نضيف الصغار 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 هنا ضغط القليل من ما يكون مضافي قريبا الواحد من السكات اللي تشحرنا في هذا الجنشا وفي وغادي نبتل كل فوق نار هنا ما غاداش نستعليها في طنجرة غير 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 طيب صافيه صافيه هنا اقدرتها فوق العافيح تبطيب خديت هنا اللوز وغادي نخلقه واحد خمسة بطاقة ما كان او لايمكن لكم انكتو مزربانيش تخوي عليهم ما طيب وتغطيه وتخليه واحد شوية صافيه وغادي تبدو تفسخه هنا انا كنت ازربانه صافي درتو يتسلق واحد خمسة بطاقة هنا هي الججا كيف ما قد شوفوه بعد ما تشحرت لينا اه قد نقلبها وقلبها من بعد نعود نقلبها على السدر ونخليها طيب مزيان صافيه هنا يللوز بعد ما صلقته وفسخته ونشفته هنا اخديد زيت بش نقليه سوف نقليه و نخليه على جلب سوف نقليه و نضيفه و نضيفه و نضيفه قليلا لقد أخدي اربعات البيضات نضيفه tekster ومن بعد سوف نضيفهم للتخمير سوف نضيفهم بيضة بيضة بوحدة ومع التحريك ومنسكوش من التحريك وماش تنسى جميلينة وفي نفس الوقت لتغميرنا تعقاد ومشيء في المشكل تنسى جدا سوف نضيف المشكل ومشيء بالتحريك ومشيء بالمشكل ومنبخ ومشيء بيضة ومشيء بالتحريك ومشيء بالتحريك لا نحرك بحلاكية نكونوا نقصين شوية العافية ونحركوا حتى يعقات لنا الخالق مزيئين نضيف القليل من اللاسل كما تعرفوا البسطة كتوازن بالملوحية والحلاوة نضيف القليل من اللاسل نضيف سكر بربد الأبو ثم تزleich نضيف القليل من عذاطهم نخليها في بعض الطريفات مغينين فنضيرو الشرقاء سوف نستمر بحلو كيار حتى نسري التشاشة كاملة ونفرساتها كاملة ونوجد كل شيء قدامي هذي باش كندون مرقا الدور في البسطيلات دينا سوف نضيفهم ونضيفهم في المجميد ونجبضهم مباشرة من المجميد ندهنهم وندخلهم الفران لا يجب عليهم حتى يطلقوا سوف نستعمل الى طلقات التعجن سوف نأخذ اللوز بعد ما برد سوف نضيفهم 1 ملعة سكر ونضيفهم 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 اشجاب ماشي بالساف يعني ضغيه شربت ليه ضغيه نشفت ما قويتوش في اللول سوفي هنا كيف ما كنتشوف معي وجهة الجهة شمفرتت والضغمة لها هي كان ما كحتها من كوكو وعندي لجن باللوز اللي كان بتحاند ماتحليه هنا يا واحد ملعقة صغيرة دي القرفة تحت واحد مدق رائع جدا سوف نأخذ الجاج ونخلطه مع الدغميرة ماتش نخليهم هكا مفرقين قد قفت الدغميرة بخصتش من باردة ماتش مش سخونة ماش نعمل بها الورقة دي هنا ماتش نعمل بها الورقة ماتش نعمل بها الورقة معضو نعمل بها الورقة قد قطعون تضيح بالعolin وفي نفس الوقت من تضهن بها نعمل بكزن وتيجاع من غزان تضيح مات أشاهل حبيبتي كيف ما عودتكم إذا أعجبكم الفيديو وإن شاء الله غيرتعجبكم وتجربوها وتقول إلي كيف تجدتكم في التعليق وما تنسونيش من اللايكات وتبرطجوا الفيديو مع الأصحابكم وحبابكم وكنشكركم بثاف على التعليق ديالكم وعلى المتابعة ديالكم من قناة ديالي شكرا لكم بثاف أنخليكم دبايا مع طريقتي في الحشو ديال البسطيلة ونتلقاوا من بعد من نساليو في الشكل النهائي من نساليو وتعمار ديال البسطيلة صغار ديالنا خليكم معايا حتى النهاية بالفيديو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة